في الواقع هو البرنامج كبرنامج متوقفش قد تكون كفيلة بكشف اي لبس صاحب فسخ التعاقد ما بين اي جي بلاس وما بين احمد الغندور بل ان احمد الغندور هو الافضل ومغطية المنصة ومغطية البرامج التانية اللي كانت بتتعرض برضو على المنصة السلام عليكم الموضوع مش موضوع انهاء تعاقد ما بين طرفين ولا الموضوع موضوع ازمة مالية حلت بقناة ما فانهت التعاقد مع احد المتعاقدين معها او مقدمين المحتوى على منصتها الموضوع غير كده تماما وده اللي حنعرفه مع بعض النهاردة ان شاء الله في الواقع هو البرنامج كبرنامج متوقفش هو اللي توقف هو تعاقد كبرية التابعة لمنصة اي جي بلص التابعة للجزيرة مع احمد الغندور يعني مش هتنتج البرنامج تاني يعني بالبلد الفصيح مش هتمول البرنامج بعد كده منصة اي جي التابعة القطر نزلت البيان بتاعها وقالت فيه متابعين الاعزاء لقد انتهى مشوارنا هذا معن هنا خططنا الانتاجية لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم والمؤسسات الاعلامية بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على كبريت نعبر على الانتنان لاحمد الغندور وفريقه ونتمنى له كل التوفيق والنجاح والتألق ولبرنامجه المميز الدحيح نشكر متابعتكم من القلب وممتنونا لاهتمامكم بمحتوانا وتفاعلكم الدائم والمتميز معنا الى لقاء المنصة لغارت في البيان بتاعها وعلشان نكون واضحين اكتر مع بعض هي تحججت في البيان بتاعها مش بررت فهي تحججت ان التوقف عن انتاج برنامج الدحيح على منصة اي جي بلس كبريت ناتج للازمات المالية التي يعاني منها العالم كله والمؤسسات الاعلامية في الواقع اللي يصدق الحجة اللي اوردتها اي جي في تبريرها لانهاء التعاقد مع احمد الغندور هو في الواقع ما عندوش فكرة عن اي جي بلس ولا عن دور الاعلام القطري وكمان ما عندوش ادنى فكرة عن الادارة الصهيونية اللي بتدير الاعلام القطري لصالح توجهات معينة بتخدم اجندة الصهينة في العالم العرب صبرك بالله بس يا عمو ما تستعجلش وتقول علي ان بسيس الامور واي حاجة بسيسها وخلاص بلاش تتهمني باني ببلغ او اني بستعمل مسألة واقف التعاقد ما بين الدحيح وما بين منصة اي جي بلس التابع القطر لامور سياسية او اني اخدم بيها اجندة سياسية معينة خليكم معايا للاخر وواحدة واحدة واحنا حنفهم مع بعض احمد الغندور بدأ مشواره على يوتيوب بداية من 2014 عمل برنامج بهدف تبسيط العلوم والنظريات العلمية لعامة الناس والفكرة دي حببت الناس فيه وفي المحتوى اللي بيقدمه ولقت استحسان كبير جدا وهي فكرة ممتازة الصراحة ولكن في مايو سنة 2017 وكراربة من العقلية الصهيونية اللي بتدير الاعلام القطري بهدف اشهار منصة اي جي اللي تم انشاءها سنة 2014 ونشاءها في اوساط العرب وجاز بانتباه العرب لها علشان يقدروا يمرروا اجندتهم الاعلامية والسياسية على عقول العرب بمنتهى البساطة تم الاتفاق ما بين المنصة وما بين احمد الغندور انه يقدم المحتوى بتاعه او البرنامج بتاعه من خلال المنصة بتاعته واللي عايز اقوله هنا ان احمد الغندور وقتها ما كانش مجرد هاوي او شخص غير معروف وان منصة اي جي هي اللي شهرت احمد الغندور وعرفت الناس به لا لا بصراحة العكس هو الصحيح تماما فمنصة اي جي سنة 2017 ما كانش حد يعرفها بالقدر الكافي ولكن احمد الغندور كان ملء السمع والبصر هو وبرنامجه الدحيح اللي كان بينتجه على نفقته الخاصة فبالتالي احمد الغندور هو اللي شهر منصة اي جي مش العكس وعلشان ما نكونش مبالغين حنقول ان برنامج الدحيح اللي بيقدمه احمد الغندور لما تعرض على منصة اي جي بلس كبريت ساهم بشكل كبير في انجاح المنصة واشهرها فاللي بيحبوا يشوفوا الدحيح طبعا لازم يشتركوا في منصة اي جي بلس ومنصة اي جي بلس زي ما انتو عارفين مش بتقدم الدحيحه بس دي كمان بتقدم برنامج مسموم اسمه الصليطة الاخباري بتاع برنامج الصليطة الاخباري لما ينزل فبقت فرصة كبيرة انه هما يقدروا يسوقوا بضاعتهم المسمومة وبضاعاتهم الراكدة على محبين احمد الغندور يعني باختصارة عاملين زي التاجر الشاطر اللي بيحط البضاعة بتاعته الحلوة في وش الباترينة ولكن انت لما بتيجي تتفرج بتتفرج على البضاعة الحلوة فبيجذبك المحل فبتدخل المحل بتلاقي البضاعة العاطنة جوا وانا بصراحة قاسد جدا مش قصدي بالتشبيهة ابدا انه اسيق للاستاذ احمد الغندور ففي النهاية هو ناجح من قبل ما ينضم للمنصة والمنصة لم يكن لها ابدا فضل عليه بل ان احمد الغندور هو اللي افضل ومغطية المنصة ومغطية البرامج التانية اللي كانت بتتعرض برضو على المنصة وان كان عندي زي غيري بعض التحفزات على المادة العلمية اللي بيقدمها احمد الغندور فبحسب كلام المختصين في مقارنة الاديان ومكافحة الشبهات احيانا بيتضمن المحتوى العلمي اللي كان احمد بيقدمه نوع من التشكيك في الاديان وتبني النظريات التطور وتبني المنهجية العلمية كبديل للامان وده اللي فسروا البعض بان البرنامج ده قد يدعو الى الالحاد ولكن ده مش موضوعنا اطلاقا تعالوا بقى نرجع لحدودة التمويل او بمعنى ادق تعالوا نرجع للعزر اللي استخدمته ادارة منصة اي جي لتبرير فسخ التعاقد مع احمد الغندور من واقع ترية احمد الغندور وديما الخطيب مديرة المنصة بنفهم ونتفهم ان الانفصال تم ما بين الطرفين في سلاسة تمة ده احنا ممكن نفهمه ونتقبله ومش ضروري ان يكون انهاء التعاقد معه شوية شوشرة او مشاكل علشان ندرك ان فيه شيء ما بين السطور او وراء الكواليس معروف جدا ان قطر هي مالكة المنصة دي والمنصة دي بتروج للسياسة الاعلامية اللي بتتبناها قطر والاعلام القطري السياسة الاعلامية دي اللي زي ما سبق وذكرنا كتير جدا ووضحنا في حلقات سبق كتير ان هي سياسة اعلامية الهدف الاوحد منها هي اثارة الفتنة وبس الفرقة ما بين العرب وحرف بصلة العرب عن اعداءهم الحقيقيين وتوجيهها تجاه العرب او تحديدا تجاه دول معينة بتعديها قطر وده طبعا تحقيقا لمشروع الشرق الاوسط الجديد اللي الهدف منه تقسيم المنطقة العربية واشعال الصراعات ما بين الدول العربية وجرانها وما بين الشعوب العربية وبعضها الاعلام اللي بيبث نار الفتنة دي المنصة دي بقى بتدعي ان هي اوقافة برنامج ناجح زي برنامج الدحيح بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية بس سبحان الله هي ذات نفسها نفس المنصة القطرية اللي بيطلع عليها الدحيح بيطلع عليها برضو برنامج تاني اسمه الصاليط الاخباري ولسه المنصة بتنتج نفس البرنامج من غير اي فسخ تعاقد معه بغرم ان مشاهدات الصاليط الاخباري اقل من مشاهدات الدحيح وبغرم ان التكلفة الانتاجية لبرنامج الصاليط الاخباري قد يكون متساوي مع الدحيح الا ما يتفوق عليه فبرنامج الصاليط الاخباري اللي بيقدمه نيكولاس خوري وتابعيه هو برنامج مخصص للنباح على مصر والسعودية والامارات واحيانا البحرين او حسب الطلب يعني وطبعا تكلفته الانتاجية مش هتقل باي حال من الاحوال عن تكلفة انتاج الدحيح فليه عند الدحيح مشاكل انتاجية قدت لايقافه بينما عند نيكولاس خوري وتابعيه قفة والشعنونة لا توجد مشاكل إنتاجية تؤدي للإيقاف قطر لسه عندها استعداد إن هي تدفع ملايين الدولارات علشان يستمر النبح أقصد علشان يستمر برنامج الصليت الإخباري والتفسير المنطقي اللي بيحصل ده هو إن برنامج الصليت الإخباري فيه ميزة مش موجودة في برنامج الدحيح طبعا دي ميزة من وجهة نظر اللي بيديهوا الإعلام القطري الصهيوني بالأساس الصليت الإخباري أو نيكولاس خوري وتابعيه قفة والشعنونة مؤدلجين أو خلينا نقول بالبلد مرتزقة مطرح ما يتقلهم انبحوا بينبحوا والصهيوني الأيمين على الإعلام القطري بيستعملوهم للنباح ضد أي دولة وقفة في وش منظومة الشرق الأوسط الجديد أو أمام الدور القطري في المنطقة العربية نهيك عن تشويه قيادات معينة وإشعال الفتن ما بين شعوب وشعوب معينة وحرف بصلة العداوة بدل إسرائيل تجاه بعض الدور العربية المعينة برضه بيقدم محتوى علمي بحث ما عندهش تناول أبدا لأي قضايا سياسية وواضح أنه حابب أنه يبعد عن الشأن السياسي وعايز مجهوده ينصب في المحتوى العلمي والفلسفي فقط ودفعه في الإعلام القطري والمنظومة دي عيب كبير جدا لأن الإعلام القطري متعود على التعامل مع المؤدلجين ولما بيستخدم غير المؤدلجين بيستخدمهم لهدف معين ولوقته معين وبعد كده بينهي التعاقد معهم زي بالزبط ما أنهي التعاقد مع الدحيح ومن قبله كمان على نفس المنصة أنهي التعاقد مع برنامج الإستخدالية اللي كان بيقدم برنامج طبي ملوش علاقة أبدا بالسياسة ولكن برضو المنصة استفادت من البرنامج بأنهي جذبت بعض الجمهور للمنصة وبعد كده أنهي التعاقد لأن الإعلام القطري متعود على التعامل مع المؤدلجين أو بمعنى أدقة متعود على التعاون مع الناس اللي عندها استعداد أنهي تسير في ركاب الإعلام القطري ومخططاته في المنطقة ويساهمون في تنفيذ المخططات القطرية التي يشرف عليها ابن إسرائيل البار عزمي أنتون بشارع وعزمي أنتون بشارع للي ما يعرفوش هو عضو الكنيسة الإسرائيل السابق والمرشح الأسبق لرئاسة الوزراء الإسرائيلية والمترب في أحضان الصهينة طبعا والذي أقصى ما قسم الولاء للدولة الصهيونية السياسة الإعلامية القطرية اللي أهدافها زي ما سبق وقلنا دعم مخططات الشرق الأوسط الجديد وإشعال الفتنة وحرف بصلة العرب برنامج مثير للجدل لم شوية ولا بلاش نقولها خلينا نقول إنه نلم شوية تعيالي على إنهم أعضاء برلمان افتراضي على أساس إنه قال يعني بيمثل العرب والبرنامج ده بالمناسبة من عجائب الإعلام القطري على فكرة لأن قطر اللي بتنتج برنامج افتراضي عن البرلمان العربي دولة مفيش فيها برلمان من الأساس دولة مفيش فيها ديمقراطية ولا حياة نيابية ولا برلمانية في الوقت اللي بتنتج فيه برنامج بيشجع الشباب العربي على الانخراط في الحياة السياسية والحياة النيابية وطبعا بيشجعهم على حرية رأيه الديمقراطية اللي بالأساس مش موجودة في قطر اللي بتنتج البرنامج تخيلوا دولة ما فيهاش برلمان بتنتج برلمان تنظر بيه على العالم العربي كله وتخلي العالم العربي كله من خلال ممثليهم في البرلمان الافتراضي ده يناقشوا مشاكل العالم العربي كله بينما قطر ما عندهاش برلمان يناقش مشاكلها هيا هو برنامج الحقيقة بيمثل التوجه الإعلامي الصهيوني بكل مدسوساته مرشحين وعمليات تصويت وحملات انتخابية ونقاشات ومش عارف إيه والهدف من البرنامج منقشة قضايا مثيرة تصب في خانة تأصيل الفكر العلماني في ذهن المتابع العربي وتدربهم على التمرد على أوطانهم وسياسة وقادة أوطانهم هو ما خاف يا عظم البرنامج ده أكيد تكلفته أكبر بكتير من تكلفة برنامج الدحيح ومع ذلك قطر بتصرف عليه وبتنتجه من خلال الجزيرة أولاين طب شمعنا يعني الإجابة والكل بساطة لأن مقدم البرنامج صوار شعيب متماشي مع السياسة القطرية والمنهج القطري والإعلام القطري في عداوة مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكلام ده سبق ووضحناه في الحلقة دي فشمعنا برنامج الدحيح اللي تعب ميزانيتك أو يا قطر وقبل منه برنامج الإسبالية وقررتوا أن انتوا توقفوا إنتاجهم بحجة الأزمة المالية وعلشان نختصر الكلام ده ممكن نقول منصة AJ بلس اتبع القطر استفادت من الدحيح ولما انتهت فيدتها منه وجمعت أكبر قضر من المتابعين من خلال برنامج الدحيح قررت إنهاء التعاقد خلاص ممكن حد يسألني ويقول لي هي مش ممكن بالفعل تكون منصة AJ بالفعل عندها أزمة مالية قدت لإيقاف التعاقد هقولك والله لو كانت المنصة توقفت عن إنتاج برامج تانية غير الدحيح زي الصريط الإخباري مثلاً أقولك ممكن ساعتها ممكن أصدق إن الأزمة فعلاً ممكن تكون أزمة مالية ولكن في الواقع إن قطر بكل مؤسساتها الإعلامية مستمرة في ضخ الأموال وإنتاج البرامج المؤدلجة والموجهة اللي بيقدمها مرتزقة عرب وتكاد تكون بعضها أكثر تكلفة بكثيرة من إنتاج برنامج الدحيح وفي النهاية يتفضل لنا تساؤل واحد هل يا ترى تمت مساومة أحمد الغندور على تغيير سياسة المحتوى اللي بيقدمه على AJ بلس كابريت يعني بالعرب الفصيح هل من المحتمل إن AJ بلس تكون طلبت من أحمد الغندور إنه يضمن محتوى البرنامج بتاعه الدحيحة محتوى سياسي وتوجه سياسي معين يخدم التوجه الإعلام القطري والأستاذ أحمد الغندور غفض أن يكون مؤدلك سياسياً أنا بقول إن الكلام ده وارد ولكن يبقى حتى الآن هو مجرد احتمال وفي النهاية أقول لكم إن الأيام القادمة وربما الأسابيع القادمة قد تكون كفيلة بكشف أي لبس صاحب فسخ التعاقد ما بين AJ بلس وما بين أحمد الغندور وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته